هبط سعر ريال الإيراني أمام دولار الأمريكي الذي سجل أكثر من 150 ألف ريال إيراني للدولار الواحدة وخسر ريال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته أمام الدولار طوال العام الماضي لسيما بعد تطبيق واشنطن حزمتين عقوبات ضد نظام تهران في أغسطس ونوفمبر الماضيين طالت قطعات مصرفية ونفطية كبيرة اشتركوا في القناة